بعتت قناة ميديان تيفي في جنوب إفريقيا اليوم في مدينة دوربان الزميل نوفل العواملة نوفل أهلا ومرحبا بك نوفل وسعى الخير جلال تحية لك ولضيوفك الكرة نوفل ما هي آخر أخبار الأسود كيف مرت استعدادات المنتخب المغربي والحصة الأخيرة التي أحضرتها للمنتخب المغربي قبل لقاء كافيردي نعم جلال إذن بدأ العد التنازلي للموقعات الحاسمة والمصرية بالنسبة لأسود الأطلس والتي سيحتضنها ملعب موزس مابيدا هنا في مدينة دوربان الساحرة المدينة الساحلية الجميلة في جنوب أفريقيا العد التنازلي كان بحصة تدريبية آخيرة على أرضية الميدان من طرف الجهاز الفني والمنتخب الوطني للتعرف أكثر على أرضية ملعب موزس مابيدا هذا الملعب الجميل والذي احتضن أيضا مباريات كأس العالم إذن حصة تدريبية وضع من خلالها الناخب الوطني رشيد التوسي اللمسات الأخيرة على تشكيل التي ستخد لقاء الغد اللقاء المصيري والحاسم وربما المنظومة التكتيكية التي يود تطبيقها رشيد التوسي من خلال هذه الحصة هي البحث عن النجاعة الهجومية وأيضا تحسين المناطق الدفاعية للوصول إلى النقاط الثلاث وهي الغاية والمراد في لقاء حاسم ومصيري ولا يقبل القسم على اثنين لأن المنتخب الوطني بعد التعادل في اللقاء الأول مع أنجولا مطالب بتحقيق التعادل وظفر الفوز عفوا وظفر بنقاط المباراة الثلاث لكي يبتعد عن لغة الحسابات المعقدة على العموم حصة تدريبية لم نشاهد منها الكثير إلا ربع ساعة ولكن بالنظر إلى الطريقة التي قام برشيد التوسي في التدريبات يمكن الاستنتاج بأن هناك إصرار وعزيمة وأن هناك تركيز ربما على فعالية في وسط الميدان وهي التي افتقدها المنتخب الوطني في لقاء أنجولا وأيضا على خط هجومي سريع يتمكن من اقتناص هدف مبكر بإذن الله في لقاء الغد وأيضا لزعزع الدفاعات المنتخب الرأس الأخضر المنتخب الذي ظهر بشكل منظم في اللقاء الأول أمام المضيف أمام جنوب أفريقيا أمام الجماهير الغفيرة التي احتضنها ملعب سكر سيتي في الافتتاح البطولة على العموم المنتخب المغربي بإذن الله بمعنويات مرتفعة سيدخل لقاء الغد وكل الأمنيات بتحقيق انتصار يمهد الطريق إلى الدور الثاني ويبعدنا عن شبح لا سمح الله العودة من الدور الأول من الكان نوفل كانت هناك أنباء حول غياب اللاعب عادل هرماش على لقاء الغد بداعي الإصابة نعم إذن هناك أنباء بالفعل جلال تؤكد أن هناك إصابة بالنسبة لللاعب عادل هرماش ما سيضطر أشيد التوصيل القيام ببعض التغييرات في منتخب الوطني واستبدال هذا اللاعب إذن ربما لم نصل لمعلومات كثيرة جدا حول مدى إصابة هرماش ولكن رشيد التوصيل تحدث وقال بأن هناك تغييرات ستحدث في لقاء الغد ولكن هذه التغييرات ليست بنسبة كبيرة ولكن ستكون طفيفة لأن هناك رضى من الجهاز الفني على اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في اللقاء الأول ويود أن يكمل لقاء الثاني ربما بمنظومة تكتيكية مغايرة ولكن مع نفس اللاعبين ولا يمكن أيضا المغامرة واستبدال عدد كبير من اللاعبين لأن التألف والانسجام تحقق في اللقاء الأول وممكن أن يعطي الفعالية في اللقاء الثاني من قبل بعض العناصر ولكن قلنا بالأمس بأن التغييرات قد تقتصر على الخط الهجومي بدخول ربما العربي في مكان الحمداوي اليوم بعد إصابة عادل هرماش قد تحدث بعض التغييرات الأخرى على العموم رشيد التوسي قالها اليوم في الندوة الصحفي لم تكتمل بعد لديه الاختيارات الخاصة بالعناصر البشرية للقاء الرأس الأخضر ولكن أكيد أن الحصة التدريبية الأخيرة منحته صورة كاملة حول العناصر التي ستدخل في لقاء الرأس الأخضر ووضع عليها اللمسات الأخيرة وأيضا قام بإسقاط منظومة تكتيكية من خلال الحصة التدريبية الأخيرة ليحصل على منتخب متماسك متكامل يتمكن من انتزاع نقاط المباراة الثلاثة نوفى العواملة كيف هي الأجواء الآن في مدينة دوربان ربما ليست هناك أمطار الجو يتميز بالحر ولكن كذلك هناك نقطة مهمة أكد عليها حتى المدرب المغربي أنه ملعب موزيس مبدا يعني ملعب متميز وربما يشجع منتخب المغربي للعب بسرعة أمام كاف ذا نعم يعني صراحة جلال أجواء من ناحية المناخ المناخ هنا جيد جدا حرارة ولكن حرارة غير متسافعة يعني كنا في الساعة التدريبية التي جاءت في الساعة التي سيكون فيها لقاء الغد جو أكثر من جيد يشبه نوعا ما أجواء مدينة مراكش الحمراء والتي اعتاد الأسود على خوض لقاءاتهم هناك الملعب ملعب رائع أرضية ممتازة تختلف عن أرضية ملعب سكر سيتي المقسوم إلى نصف اصطناعي ونصف طبيعي اليوم الأسود شاهدوها وأكيد أنهم ألفوها والغدا سيكونون يعني بدون أي عنصر مفاجأ بالنسبة لأرضية الميدان وأيضا للأجواء ونقصد هنا المناخ الأجواء العامة المحيطة ببعثة أسود الأطلس هنا في مدينة دوربان أجواء جيدة جماهير غفيرة حضرت علامة طائرات سواء بالأمس أو حتى اليوم من مدينة جوهانسبورغ وصولا إلى دوربان هناك من جاء عبر طريق السيار على العموم أجواء توحي بأن الكل يريد أن يحصل على نقاط ثلاث الكل يمنى النفس بأن يكون الانتصار حليف الأسود وبصراحة يعني من شاهد مستوى البطولة ككل يقول بأن المنتخب المغربي لديه فرصة وفرصة كبيرة جدا للعبور للدور الثاني وهذا ما أكدته الجماهير المغربية شاهدنا اليوم يعني عدد من اللقاءات بالأمس أيضا مستوى المنتخبات الأفريقية المشاركة في هذه الكأس مستوى متقارب جدا لكي لا ننغرب فقط يعني حتى مدرب فريق الرأس الأخضر قالها في الندوة الصحفية بأن المنتخب المغربي ربما هو المنتخب الأقوى في هذه المجموعة ونتمنى أن تكون هذه المدح وهذا الإطراء وهذا الثناء على أسود الأطلس مجسدا على أرضية الميدان في لقاء الغد متعطشة للانتصار وتؤكد بأن انتصار يوم غد على المنتخب الرأس الأخضر أهم من كل شيء لأن اللقاء الثالث حاسم هو الآخر أمام أصحاب الأرض والجمهور أمام منتخب البفانة نوفل العواملة والزميل فيصل أبروش من دوربان مباشرة من دوربان شكرا جزيلا